ليش أكسلمنت؟ ليش؟ بشألين؟ أكسلمنت اليوم كل واحد مننا سواء أشخاص أو علامات تجارية أو أي منتج في عنصر مجهول تبي تطهر للجميع أنا اليوم موش اللي يخليني أبيع هذه اللي يخليك تبيعها أنا فيها شيء مجهول ما يعرفها الآخر فلازم أبرز لك عشان أحمس كأنك تشتريها أو تتعرف عليها فأنا كأكسلمنت أنا العنصر اللي بيطلع لك هذا الأكس فأنا أكسلمنت بكل بساطة زيادة على ذلك أسسنا الاسم طلعنا السجل التجاري في أسرع وقت وبدينا هنا المرحلة الجديدة طبعا لا تنسى أنه إحنا كلنا موظفين في النهار أنا ينتي دوامي كلنا تقريبا بين 5 و 6 المغرب نخلص دوام نبدأ الدوام الثاني في الملحق نقعد لكل بساطة يعني إكسلمنت بدأت من الملحق من الملحق بدأنا نتواصل مع الأهل أقارب أصدقاء عندنا الخدمات هذه نوفر لكم كده والله يجينا بعد أسبوعين أول مشروع طبعا بدأنا نجهز ملف للشركة ملف يعني ما في أعمال فتبقى تعبيه فلازم تجيب أعمال على استحياء أهل أقارب أصدقاء فبدأنا نتواصل جانا أول مشروع قريبة واحد من الشركة عندها موقع يتكلم عن مناسبات اللي تصير في الحياة ووقتها كان موجودة نتكلم إحنا فيه الواتساب بس ما فيه شير لوكيشن وقتها فكان مشكلتها تقول أنا لما أنا أعزم أو يصير أي مناسبة أباروح لها أنا ما عندي لوكيشن فييشن لي كروكي ويلا أول بقالة مدري كيف أوصل ما أعرف فقعت أنا بسوي هذا الموقع يحط المناسبة وحط جوجل ماب وقتها موجود أحط اللينك تدخل إليه ووريك الطريق قلنا جميل قلت أبغى تصميم هوية قلنا ابشري وبدأنا طبعا وقتها ما في موظفين إحنا شركة إحنا مدارة الحسابات إحنا استراتيجيين بالتصميم ولا واحد مننا يارف يصمم فاستعنا بمصممين مستقلين في فريلانسر موجودين داخل السعودية وخارج السعودية بنا نتواصل معهم سوينا زي شبكة خلاص هذا مسؤول عن هويات هذا مسؤول عن إعلانات وفزنا بالعقد 3500 ريال ما شاء الله تبارك الله الحمد لله بس أنتو ثلاثة شركة هذا الوقت هذا الوقت ثلاثة إن شاء الله كبس كوي ثلاثة كل واحد لحمد ألف شوية لا الله خذ نواتي قلنا خلناها خلنا شوف كيف تكمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر